أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان إلى أمي كلمات عرفان إلى أمي التي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك وتعالى فمهما قلت ومهما عملت فلن أوفيك أجرك يا أمي لن أنسى صدرك الحنون ولن أنسى سهر الليالي وتعب الأيام لن أنسى حين كنا نجتمع على مائدة الطعام وتقدمين وتؤثرين على نفسك بما لذ وطاب حتى بعد أن كبرنا كنت تضعين اللقيمات في أفواهنا كم أتعبتك أمه حين كنت أتأخر في السهر فينام أهل البيت وتبقين أنت ساهرة في الانتظار كنت تخافين علينا من البحث يوم أن كنا نسكن قريبا منه أذكر مرة أنك ضربتني ضربا مبرحا لأني اقتربت من البحر وخط في شواطيه كنت صغيرا لم أعرف السبب لما كبرت لقد كان خوفك علي هو الدافع لن أنسى أني حين كبرت وسافرت للدراسة أنك أنت كنت التي تجمعين من هنا وهناك مصاريف دراستي حتى لا أحتاج إلى أحد في غربتي يا الله كم كنت أتعب حين أرجع في الإجازات ويأتي وقت العودة للسفر كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي مودعة لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني كم كنت أبكي حين أسمع هذا الكلام عدت من السفر وكبرتي أنت يا أمي وضعفتي ولقد أعطيتيني وإخوتي أحلى سنين العمر كم دافعتي من أجلنا كم ضحيتي في سبيلنا لقد تحملتي همومنا وسعيتي في حاجاتنا حتى بعد أن أصبحنا كبارا بالأمس كنت أثمى خالد واليوم يقال لي الشيخ فلان وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك والفضل لله ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم فجزاك الله عني خير الجزاء فيا صاحبة الثغر الباسم ويا صاحبة العطاء والقلب الرحيم إليك إليك أيها الجوهرة الغالية إليك يا صاحبة النبع الصافي للتي مسحت دمعتي وغسلت حذرتي للتي أطعمتني وسقتني بيدها لمن جعلت صدرها مسكنا لي وعينها حارسة لي أهدي إليك هذا اللقاء وأقول جزاك الله عني خير الجزاء اللهم احفظ أمي بحفظك أطل عمرها واحسن عملها واكتم بالصالحات أعمالها أماه لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائم أماه لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء والله لي وفيك حقك إلا الله والله لي وفيك حقك إلا الله جل في علاه أما أخبار وعناصر هذا اللقاء بعد هذه المقدمة فأخبار وعناصر ستة أولها الأم وما أدرك ما الأم ثانيها احذر دعوة المظلوم ثالثها لا أصدق أنهم فعلوا هذا بكي رابعها لماذا يبكي هذا خامسها حقيقة لا خيال وآخرها هذا هو ديننا فمع أول العناصر الأم وما أدرك ما الأم هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفو والحلم يقول أحدهم الآن عرفت معنى قولهم ليس من سمع كمن رأى ليس من سمع كمن رأى يقول لقد سمعت كلاما كثيرا وأحاديث متنوعة عن عظيم فضل الأم وكنت كغيري أسمع ما أسمع فلا يكاد يتجاوز ما أسمع سواء أذني قد تهزني عبارة جميلة قد أحرك رأسي إعجابا بأبيات جميلة ثم لا شيء في دنيا الواقع لكن الله أراد بي خيرا إذ وجدت نفسي أتابع مراحل حمل زوجتي خطوة خطوة وحين دخلت المسكينة في شهرها التاسع وتجاوزته بقليل تخيلت نفسي أنا ذلك المتكور في هذا البقم المنتفق وأنا أرى وأراقب بدأت أستشعر بعضا من تلك المعاني التي سمعتها طويلا وكثيرا عن عظيم فضل الأم لقد رأيت ثم رأيت أمرا هائلا يدير الرأس ويرقق القلب ويدمي العين ومن ثم أخذت أقتنع تماما أن هذه المرأة الجليلة الأم لم ينصفها الناس ولين ينصفوها أبدا مهما زخرفوا الأقوال ورققوا العبارات ومططوا الكلام والله لن يكافئها على الحقيقة إلا الله وحده ولذلك قالوا أجر الوالدين على الله يقول مواصلا كلامه ليت المعاني تسعفني لأقرب الحقيقة لقد تتبعتها ليالي وأيام خلال أواخر شهرها التاسع بل في ساعات الليل والنهار فماذا رأيت رحماك يا الله ثم رحماك أو يستطيع الإنسان أن يتحمل كل تلك المعاناة والآلام لقد رأيتها تتحمل كل ذلك بفرح وسعادة وحبور مرات ومرات رأيتها وسمعتها وهي لا تدري وهي تطلق صرخة متوجعة فأحس بحرارة ألمها قد انتقل إلى قلبي مباشرة فأجالد نفسي حتى لا تفضحني عيني ثم أفاجأ بها بعد لحظة وقد أخذت تتبسم متناسية تلك الآلام وهي تشير إلى بطنها وتقول كم أحبك يا صغيري وكم أنا مشتاقة لرؤياك سبحان من صبرها على آلامها المتصلة مع الأنفاس أراها إذا تحركت ألمت وإذا جلست أنت وإذا اضجعت صرخت وإذا مشت تعبت وإذا حاولت النوم لتهجع قليلا تعذبت فهي لا تستطيع أن تتقلب في فراشها على راحتها كما كانت قبل هذا الحمل الثقيل الحبيب ومع هذا كله فهي لازالت مطالبة في الغالب بالاهتمام بالبيت وشؤونه الذاخلية ومتابعة الصغار ونظافتهم وإطعامهم وغسلهم ونومهم وما إلى ذلك مما هو وحده كفيل بهد جبل من الجبال وتفتيت صخرة راسية وإحراق البقية الباقية من الأعصاب المكدودة ومع هذا كله تراها تقول للصبر مبتسمة خذ مني دروسا يا صبر خذ مني دروسا يا صبر جرب نفسك لتكن أما هل يستطيع رجلا واحد أن يتحمل البقاء مع طفل في الثانية أو الثالثة من عمره لساعات قبل أن يدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور إنها والله وحدها الأم التي تتحمل ذلك راضية متبسمة تأمل معي هذا المنظر وقل ما أجمل منظرها وهي جالسة قد التفى حولها صغارها أشبه بفراخ الطيب تفتح مناقيرها لتلقمها أمها شيئا من الطعام تشجع ذاك ليأكل وتداعب الثاني وهي تطعمه وتسقي الآخر بعد محاولات وتضحك مع أصغرهم ليقبل على وجبته كل ذلك وهي تجلس بينهم جلسة غير طبيعية يكاد كل مفصل منها يئن على حدة يشتكي ويتوجع وهي مع ذلك لا تزال تبتسم وتشجع وتسقي وتطعم ثم فجأة تطلق صرقة خافتة فلقد تلقت من جنينها لكمة محكمة تحت الحزام فتسارع لتغيير جلستها وما إن تستوي عظامها حتى تعاود الابتسام كأن شيئا ما كان ومن جديد يسدد الجنين لكمة أخرى محكمة كأن ما يقول لها أنا هنا أمه تفرح بلكمه ورأسه وهو لا يدعها تستريح لحظة فإذا هدى عن الحركة خافت وقلقت فإذا تحرك فرحت واستبشرت يا الله ألوان متعددة من العذاب الذي أظن أنه لو صب على رجل مفتول العضلات لصه حتى يسمعه الجار الأربعون أما هي فصابرة ثم احتسبة بضحكة ثم ابتسمة فرحمة الله لها ورحمة الله عليها ورحمة الله معها يقول مواصلا كلامه رأيتها مرات تنظر لي نظارات تحمل الكثير من معاني الألم دون أن تتحرك شفتاها ثم بعدها بلحظات إذا بها تقتسموا ضاحكة ويفيض لصانها بأعذب الحديث عن الضيف الجديد عجيب أمرك أيتها الأم هل تظنون أن الآلام والمعاناة بالحملة تنتهي لا اسمع واسمعي والنقل ما أعظمك أمه فإذا حل بها الشهر التاسع وأزفت ساعة خروج الجنين إلى الدنيا حلت الطامة فلا هو براغب في البطاء في الأحشاء ولا هو براغب في الخروج إلى دار الفناء وهنا الشدة التي لا تطاق والمأزق الذي لا يسهل والعقبة التي لا تذلل ثم لا يخرج في أكثر الأحيان إلا قصرا وإرغاما فيمزق اللحم أو يبقر البطن أو تسلط عليه آلة الضغط والطبيبة تقطع لحم أمه والقابلة تجهد في سحبه ثم يتسابق وروحها في الخروج وكثيرا ما تسبق الروح فتموت الأم ويحيا هو وإذا كان لها فسحة في الأجل أفاقت من بعد هذه المعركة اللاهبة حتى إذا ما رأته إلى جانبها تبسمت وقالت فداك روحي يا الله ما هذا الحنان وما هذا الإيثار تقاسي ما تقاسي ثم تتمنى أن تموت ويحيا هو أمه لو النجمات تسكب نورها أمه شلالا وكل حناجر الأطيار لو غنتك موالا لو الأنسى مطافت في رحابك تنثر عطرا ما وفتك يا أمه ما وفتك مثقالا عن أنس قال ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ثم استواف جلس فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله قال أتاني جبريل فقال رغم أنكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صلي على محمد في الأولين والآخرين ثم قال رغم أنكم رئن أدرك أبويه فلم يدخل الجنة رغم أنكم رئن أدرك أبويه ولم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنكم رئن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب قلت لا شك أن فضل الأب كبير ولكن فضل الأم أكبر قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في أربع مراتب والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه ثم ذكر الحمل للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل وذكرك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل لأمي أحن ومن مثل أمي رضاها علي نسيم عليل حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل ثقيل بدعواك أمي تزول الصعاب فدعواك أمي لقلبي سبيل فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل على راحتي كم سهرتي ليالي وتلوع قلبك عند الرحيل فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي قويل ولحما شجيا على كل فاهن فمذى عن الحقي منا يمين أغلب القصص التي سأذكرها سدور حول عقوق الأولاد ولم أكثر من قصص البر لأن البر واجب واجب على الأبناء وليس للأبناء فضل في ذلك ولا منه ولأنه حق عليهم فمن فعله فقد أدى واجبا ولكن من عق والديه هو الذي يجب أن نحاسبه ونقول له قف قف فإن طريقك هذا يؤدي إلى النار وبئس المصير وإلى أول العناصر والأخبار احذر دعوة المظلوم احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب احذر دعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين فكيف إذا كان المظلوم أما أو أبا فكيف إذا كان المظلوم أما أو أبا قال كعب الأحباب إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذب وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده بروا وخيرا حدث أحد الثقات قائلا جلست مع شيخ معروف فأخبرني هذا الخبر يقول الشيخ جاءني رجل وهو يلعن أمه جاءني رجل وهو يلعن أمه فنهيته عن ذلك ثم سألته ما ذنبها وما جرمها وما هي خطيئتها قال عملت سخرا لزوجتي قلت وكيف عرفت كيف عرفت أنها هي قال زوجتي أخبرتني بذلك وهي تنكر ذلك يعني الأم قلت عجبا تصدق زوجتك وتكذب أمك يقول الشيخ فطلبت رؤية أمه فجاء بها فجاء بها ابنها الأكبر وجمعت بينهم وكثر النقاش وطال الحوار ونفسي تحدثني يعني الشيخ ونفسي تحدثني أن الزوجة كاذبة سمعت من الأم أيمانا وبكاء حارا يدل على صدقها وأصرت الزوجة أن لا تقبل اليمين من الأم إلا في بيت الله الحرام فقلت لهم بعد أن أصر سوجة الإبن اذهبوا إلى بيت الله الحرام ثم طلبت رقم هاتف الإبن الأكبر واتصلت به بعد يومين فقال ذهبنا لبيت الله الحرام ودعت أمي على نفسها دعت أمي على نفسها بألا تعود إلى بيتها إن كانت فعلك وتضرعت إلى الله أن ينتصر لها من ابنها وزوجته إن كانت مظلومة يقول الإبن للشيخ ثم عدت بأمي ودموعها على خدودها فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا في بيتنا أن أخي وزوجته مات على إثر حادث لهما في الطريق فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا أن أخي وزوجته مات على إثر حادث لهما في الطريق أما قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اتق الله يا زوجة الابن اتق الله يا زوجة الابن اتق الله في أم زوجك فأنت عندك أم تريدين أن تبرها وهو مطالب ببر أمه بل حقها أعظم حق عليه بعد حق الله فلولاها مكان هل أنت التي حملته هل أنت التي ربيته هل أنت التي احتضنته اتق الله يا زوجة الابن فأنت ستكونين أم في يوم ما هب أن الأم أخطأت هل يحق لنا أن نسيأ معاملتها وننسى فضلها أما أمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم رضى الله من رضى الوالدين وصخط الله من صخط الوالدين اعلمي واعلم أن كل شيء يعوض في هذه الدنيا الزوجة لو طلقتها ستتزوج وستجد من هي أفضل منها وهي كذلك ستتزوج وستجد من هو أفضل منك والأبناء ستنجب غيرهم والأموال ستجمع مثلها لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك بصراحة كم واحد منا يقبل يد أمه وكم واحد منا يقبل رأسها وكم واحد منا يجلس بين قدميها وكم واحد منا يكلمها بأدب واحترام صدقوني لو نظر كل واحد منا إلى أسلوب تعامله مع أمه لوجد نفسه عاقا وجاحدا الحقيقة أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا أما تدرون أن في الإحسان للوالدين متعة في الدنيا وسعادة في الآخرة والله إننا لنعجب من من يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وتركيب الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها وعلى الجانب الآخر ترطد أمهاتهم في دور العجزة والمسنين أقسم بالله العظيم بعد وفاة الأم وهداية الإبن العاق يتمنى هذا الإبن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها أماه سامحيني أماه سامحيني قال رجل لعمر بن الخطاب إن لي أم بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهر مضية لها فهل أديت حقها قال لا لأنها كانت تصنع بكذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراطها قلت أنا أين حنانك من حنانها اسمع اسمعي اسمعوا معي اسمعوا معي هذه الصورة التي تبين حنان الأم وشفقتها ما أرعها من صورة تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها عائشة ثلاثة مرات فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما تقول عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت العمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها الجنة إن الله قد أوجب لها الجنة أو اعتقها من النار فأبشري أمه أبشري أمه لن يضيع السخر والتعب العنصر الآخر لا أصدق لا أصدق أنهم فعلوا بك هذا يا أمه اسمع واسمع الأم العجوز تروي خبرها تقول حملته في بطني تسعة أشهر ومات أبوه بعد ولادته بأشهر فكنت له أبا وأبما هو وأخته التي تكبره بسنوات ثلاث من حبي له لم أفطمه إلا بعد ثلاث سنوات وبعد أن تركه بنفسه أصبغت عليه كل حبي وحناني ولما بلغ سن الزواج زوجته من فتاة أحبها لأخلاقها ودينها وكرم أهلها طلقها بعد خمس سنوات بعد أن أنجبت له ولدا وبنتا طلقها لأنها كما يقول غير متعلمة وتزوج أخرى تعمل مدرسة وقمت أنا بتربية ابنه وابنته وكنت أخدم زوجته لكونها مدرسة ونفسي راضية وبعد ثفرة أصبحت لا تحب طعامي وتقول أني لا أعتني بالبيت كما ينبغي فطلبت خادمة وتكفلت هي بمرتبها ولما جاءت الخادمة استغنوا عن خدماتي وأصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني أصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني أخذت تتهمني بالتدخل فيما لا يعنيني وأني أتدخل في شؤون الخادمة بل وأني أتلفظ عليها بألحاظ لا تليق أصبح ابني لا يكلمني بل أخرجني من غرفتي داخل البيت بل أخرجني من غرفتي داخل البيت إلى المنحق الخارجي للبيت حيث سكنوا الخادمة وأدخلوا الخادمة مكاني لحاجتهم لها أدخادمة مكاني لحاجتهم لها كما يقولون وخوفهم عليها أما أنا فانتهت حاجتهم لي ولماذا يخافون عليهم لا أصدق أمه أنهم لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك تقول تحملت تحملت هذا ورضيت وكتمت غيظي لأنه ابني أحبه ثم لأجل ولده وبنته من زوجته الأولى في يوم عدت من زيارة ابنتي التي تسكن في مدينة أخرى فلما توجهت إلى المنحق الذي أسكن فيه وجدت عفشي وفراشي وصندوقي الصغير قد وضع خارج الغرفة ولما طرقت الباب عليهم أسألهم عن السبب قالت زوجة ابني وابني يقف خلفها لقد احتجنا للمنحق ليكون مستودعا لأغراضنا قالت وانا اين اذهب انا اين اذهب وفي مثل هذا الوقت قالت يعني الزوجة قالت اذهبي إلى أي مكان اذهبي إلى أي مكان إلا داخل البيت وأرض الله واسعة لا أصدق لا أصدق أمه أنهم يفعلون هذا بكي أين القلوب أين المشاعر تقول الأم العجيب أن ابني خلفها لم يحرك ساكنا ولم ينطق بكلمة طرقت باب الجيران في جو شديد البرودة فلما دخلت على جارتنا قلت أريد أن أبيت عندكم الليلة فاستغربت ماذا أقول لها فصارحتها فبكت غير مصدقة قلت لها فقد سأبات عندكم الليلة ثم في الصباح ستأتي ابنتي لتأخذني فقالت لا عليك والبيت بيتك تقول العجوز ثم في الصباح اتصلت بابنتي وأخبرتها بالخبر وطلبت منها أن تحضر لتأخذني عندها لكنها اعتذرت لكنها اعتذرت لأن زوجها تضايق جدا عندما جلست عندها يومين فقط فكيف إذا سكنت عندهم ثم أغلقت سماعة الهاتف يا الله أمه أي أعقل أنهم فعلوا هذا بكي أين جزاء الإحسان أما علمو أن الزوج إذا فقد فبدله زوج آخر وأن الزوج إذا ذهبت فبدلها زوجة أخرى ولكن إذا ذهبت الأم فكيف سيأتون بأم غيرها لا أصدق أماه أنهم فعلوا هذا بكي تقول العجوز أغلقت ابنتي سماعة الهاتف ومعه أغلقت باب الأمل كنت آمل أن أسكن عندها لأنها ابنتي وهي التي سوف تتحملني وتتحمل كباري وعجزي وصرت أبكي حتى لم أجد ذموعا أبكيها ولما علمت جارتي بالخبر شاطرتني البكاء وقالت لا عليكي فهذا بيتكي ونحن أهلكي وعن طريق أحد المحسنين في حينا لما علم بقصتي وفر لي سكنا قريبا وقام بتجهيزه وقال نحن مستعدون لخدمتك من كبيرنا إلى صغيرنا كان أهل الحي يزوروني ويقدمون لي كل شيء إلا ابني لم يزورني بل مردت مرضا شديدا وأخذني الجيران للمستشفى وصار أهل الحي يزوروني إلا ابني إلا ابني لم يزورني ولم يسأل عني وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وأدعو الله أن يسامحا ويعفو عن ما أرحمك أمه رغم ما صنع وفعل لازلتي تدعين له بالعفو والمغفرة لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك ولكن قسما بمن قرن عبادته بالإحسان إليك قسما بمن قرن عبادته بالإحسان إليك ليدفع من الثمن ولو بعد حين والجزاء من جنس العمل قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة واليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار رواه ابن حبان في صحيحه العنصر الآخر لماذا يبكي هذا يقول أحدهم زرت أخا لي في الله فقال لي إن والدة جارنا قد ماتت وسيصلى عليها اليوم في الجامع الكبير فهل ترغب بالذهاب معي فقلت نعم وهل يكره الإنسان فعل الخير يقول صلينا على الجنازة ثم تبعناها إلى المقبرة هناك عند القبر كان رجل يبكي بكاء شديدا قلت من هذا قال صاحبي هذا ابنها قلت ألي هذه الدرجة كان يحبها وبارا بها قلت ألي هذه الدرجة كان يحبها وبارا بها قال صاحبي لا بل هي دموع الندم بل هي دموع الندم لقد ماتت ولم يرها منذ ثلاث سنوات لقد لبثت في المستشفى عشرين يوما وكانت تطلب رؤيته ولم يأتي برؤيتها ماتت ولسان حالها قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي مثل الحجر هكذا نحن لا نعرف قيمة الشيء حتى نفقده وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا يا الله كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى وتشكل في أحشائها خلية خلية وتكون عظمه من دمها ونبت لحمه من حلو لبنها أمك التي لا يلد لها طعام ولا يهنأ لها مقام حتى تراك من السمع والبطر كم آثرتك على نفسها مع الخصاصة كم سهرت لتنام كم جاعت لتشبع وكم شقت لتسعد أنت أسألك بالله من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك وفي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحطنك في حجرها وترطبك بنظراتها وترويك من صدرها فأنت لها الأجمل منظرا والأعذب صوتا ويوم أنعققتها ردت جفاءك بحبها وغلظتك بشفقتها ونسيانك بسؤالها عنك والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها وجعل النظر إلى وجهها عبادة وربط حقه بحقها وشكره بشكرها قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والده عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة عد فاعة ابن أياسي القار رأيت الحارث العلكي في جنازة أمه يبكي بكاء شديدا فقلت لما كل هذا البكاء قال كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة أماه أماه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحساني يا ملك الموت يا ملك الموت يا ما تدري من بعدك هدت أركاني وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرماني سأبرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني أغفبني عندك لي قمرا كي أدخل كفا نسياني عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوفا نكراني لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألفاني ندموا من فرد جهالتهم أباعوا بالباقي الفاني فالأم نعيم فالأم نعيم يعرفه فالأم نعيم يعرفه من جربيهم من فرماني عن ابن غريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتار اسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت قال إني استأذنت ربي إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأدن لي واستأذنته في الاستغفاء لها فلم يأذني فما رؤي باكيا أكثر من يوم إذن صلوات ربي وسلامه عليه فيا من فقدت أمك فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها ويا من لازالت أمك باقية فالزم قدميها فتم الجنة فسيأتي يوم ولن ترى فسيأتي يوم ولن تراها العنصر الآخر حقيقة لا خيال في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجود فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك وانتقل إلى العمل في المدينة وبعد مدة عاد إلى قريتهم وحين سألوها عن أمه أجابهم أنها ماتت ودفنها أجابهم أنها ماتت ودفنها وهي على قيد الحياة وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى المستشفى المدينة لزيارة قريبة له ودخل المستشفى فوجد أم ذلك الشهر بنفس الغرفة التي فيها مريضة فسألها الرجل بتعجب واستغرار أنت أم فلان قالت نعم قال من أتى بك إلى هنا ومنذ متى وأنت هنا قالت أحضرني ابني منذ سنتين ولم أره من حينها اسمعوا ماذا تقول تقول والله إني خائفة عليه والله إني خائفة عليه أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر يا الله ما أحلم الأم وما أحنها وما أشفقها رماها تركها نساها ولا تزال خائفة عليه فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألح على ابنها بالحضور فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الإبن سأله الرجل أمام الناس عن أمه فقال إنها ماتت قبل سنتين قال إنها ماتت قبل سنتين فقام الرجل وطلب العجوز ثم أتى بها أمام الناس وقال أهذه أمك يا فلان وقال للعجوز أهذا ابنك يا أمه فلان فصعق الإبن العاف أمام الحضور ولم يستطع الكلام صدقوني إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال لكن أيعقل مثل هذا أهذا جزاها بعد طول عناها أيعقل مثل هذا وهل هذا من الدين في شيء لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيراً أبلغ تأثيراً وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده كأمره بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما والعطف عليهما اسمعوا معي هذه الآيات قال الله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنههما وقل لهما قولاً كريما ثم تأمل واقفض لهما جناح الذل من الرحمة واقفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً رب ارحمهما كما ربياني صغيراً قال صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه وقد كان يمرض ببعض الأسرة وامرأة تأخذ وليدها فتضمه إلى صدرها فيقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه طارحة وليدها في النار قالوا لا يا رسل الله هي أرحم به من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بكم من هذه بولدها فالله أرحم بكم من هذه بولدها وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط ولذلك كرر علينا بأبيه وأمي أمك ثم أمك ثم أمك فهل عرفنا قدر أمهاتنا العنصر الآخر والأخير هذه ممرضة أمريكية أرسلت هذا الخبر بعنوان أذهلني بر الوالدين في الإسلام تقول أول مرة سمعت فيها الكلام عن الإسلام كان أثناء متابعة لبرنامج في التلفزيون فضحكت من المعلومات التي سمعتها بعد عام من سماعي كلمة الإسلام استمعت لها مرة أخرى ولكن أين في المستشفى الذي أعمل فيه حيث أتى زوجان وبصحبتهما امرأة كبيرة في السن مريضة جلست الزوجة تنظر أمام المقعد الذي أجلس عليه لمتابعة عملي وكنت ألاحظ عليها علامات القلق وكانت تمسح دموعها من باب الفضول سألتها عن سبب ضيقها وبكائها فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها كانت المرأة تتحدث معي وهي تبكي وتدعو لوالدة زوجها تدعو لها بالشفاء والعافية فتعجبت لأمرها كثيرا تأتي من بلد بعيد مع زوجها من أجل أن يعالج أمه تذكرت أمي تقول الأمريكية تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي لم أرها منذ أربعة أشهر وإلى الآن لم أفكر بزيارتها هذه أمي كيف لو كانت أم زوجي لقد أدهشني أمر هذين الزوجين ولا سيم أن حالة الأم صعبة وهي أقرب إلى الموت من الحياة أدهشني أكثر أمر الزوجة وما شأنها وأم زوجها أتتعب نفسها وهي الشابة الجميلة من أجلها لماذا هذا لم يعد يشغل بالي سوى هذا الموضوع تخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم يا للسعادة التي سأشعر بها ويا لحظ هذه العجوز إني أغبطها كثيرا كان الزوجان يجلسان طيلة الوقت معها وكانت مكالمات هاتفية تصل إليهما من الخارج يسأل فيها أصحابها عن حال الأم وصحتها دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا الزوجة تنتظر فاستغللتها فرصة لأسألها عما أريد حدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما بعد أيام توفيت العجوز فبكى ابنها وزوجته بكاء حارا وكأنهما طفلان صغيران بقيت أفكر في هذين الزوجين وما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام وأرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية أطلب كتبا عن حقوق الوالدين ولما قرأته عشت حلما لا يقظة أتخيل خلالها أني أنا الأم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظات عمري ودون مقابل هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف الإسلام لم أعرف منه إلا حقوق الوالدين فالحمد لله تزوجت من رجل أسلم وأنجمت منه أبناء ما برحت أدعو لهم بالهداية والصلاح أنا اليوم أم عبد الملك أنا اليوم أم عبد الملك فادعو لي ولأبنائي بالثباب هذا هو ديننا هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يدل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفء ضلال مبين اسمعوا ماذا يصنع البر بأهله اسمعوا ماذا يصنع البر بأصحابه عن أسيد بن عمر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه إمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم اسمع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو باء ربها لو أقفم على الله